أعلنت الخارجية العراقية تأجيل موعد إعلان تهيئ مهمة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بسبب التطورات الأخيرة وقالت إن هذا الإجراء سببه هو التطورات الأخيرة في المنطقة وجددت الوزارة على أن القوات الأمريكية الموجودة في العراق تعمل في مهمة استشارية ضمن مظلة التحالف الدولي لمناقشة هذا الموضوع معي من العاصمة العراقية بغداد المستشار السابق في وزارة الدفاع العراقية الأستاذ معن لجبوري مرحبا بك سيد الكريم معنا دائما على شاشة الحدث قد يسأل أحدهم هناك أسباب غير معلنة وراء هذا القرار كيف يمكن أن نجيب على هذا السؤال الصباح الخير والسادة المشاهدين لم يعلن سابقا هذا حقيقة الكلام كان يراد به بعض التمويه صراحة إلى أن الحكومات كانت تطالب الحكومة الحالية والسابقة بانسحاب الجانب الأمريكي لم يعلن يوما من الأيام وهذه معتمدة من المصادر الأمريكية الرسمية سواء من السفيرة الأمريكية الموجودة في العراق سابقا وحاليا أو من البيانات الرسمية التي تصدر من أمريكا لم يطلب العراق رسميا في يوم مما من الجانب الأمريكي الانسحاب عذري في ذلك هو يعلم حجم التداعيات التي تترتب عليها إذا ما انسحبت أمريكا تحت الضغوط الميليشياوية والضغوط الإيرانية لأن واضح جدا أن هذا ليس مطلب حكومي الحكومة تتفاوض على أساس اتفاق ثنائي مشترك طويل الأمد هذا يعني يترتب عليه اتفاقيات لسنين طويلة من الوجود الأمريكي والتعاون والاستشارة إذن هذا طبعا كان لابد للحكومة أن تعلن بهذا الترتيب مستغلة الأوضاع وتقصد هنا أن تداعيات الوضع الإيراني الإسرائيلي والأمريكي والتلويح الأمريكي والإسرائيلي بضرب الذرع إيران في المنطقة أقصد هنا الميليشيات والفصائل المسلعة العراقية التي تتعاطف وتعمل وفوق رؤية ولاية الفقه على هذا الأساس لم تطرح في يوم ما كما ذكرت لماذا كون هذه الإعلانات السابقة من الحكومة العراقية والتأكيد على ضرورة الانسحاب وأنه مطلب عراقي بحث كما كان يقال هنا تحاول الحكومة أتحدث عن الحكومة الحالية أقلها أن تمسك العصى من الوسط لا تريد أن تؤجج الوضع طبعا تستفز الجانب الإيراني من ناحية وتستفز الميليشيات والفصائل التي تطالب بانسحاب أمريكي ونعلم أن الحكومة هي من رحم الإطار التنسيقي كثير من الأحزاب في الإطار التنسيقي وجودها موالي إلى إيران وطبعا لديها فصائل مسلحة عاملة وفاعلة خارج سيطرة الحكومة كما نعلم وحدث كثيرا من الحالات التجاوز في ضرب القواعد الأمريكية حتى ضرب إسرائيل من الداخل العراقي والتعاون المشترك أخيرا أستاذ العزيز بين الحوثيين من ناحية وفتح مقرات لهم رسمية في العراق وبين هذه الفصائل هذه رسائل حقيقة ساخنة الحكومة العراقية تحاول أن ترحل المشهد إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية وطبعا الوضع الداخل العراقي أيضا لا يزال فيه كثير من المشهد هذا القرار له تداعيات هذا القرار له تداعيات أنا آسف على مقاطعة حضرتك تداعياته نبدأ فيما يتعلق بهذه الفصائل الموالية لإيران تماما هنا حقيقة العقدة التي تواجه المنشار كما يقال لأن هذه الفصائل لديها مساحة واسعة من العمل لديها غطاء سياسي لديها دعم إيراني كما هو معلوم الخامنئي قبل أيام أستاذ العزيز ذكر أنه سيقوم بضرب الجانب الإسرائيلي بواسطة الأذرع التي يمتلكها والميليشيات في لبنان وسوريا والعراق واليمن هو لم يستأذن الحكومة العراقية عندما أعلن أن هذه الفصائل ستضرب إسرائيل من الداخل العراقي وهي فصائل عراقية وطبعا التجهيزات العراقية والسلاح عراقي والرواتب عراقية يعني الجانب الإيراني واضح جدا أنه يستثمر هذه الأذرع الحكومة العراقية نستطيع أن نقول هي بين المطرقة والسندان لا تستطيع أن تستفز إيران من ناحية خصوصا حكومة الإطار لا تريد أن تفشل في هذه المرحلة ولا يمكن أن تستفز الجانب الأمريكي إذا ما انسحبت أمريكا تحت الضغط ستتدهور العلاقات الدبلوماسية ليس مع أمريكا فقط إنما مع التحالف الدولي حتى مع الدول العربية الاقتصاد العراقي سينهار لأن نعلم أن الفدرالي الأمريكي يسيطر سيطرة واسعة وهو التي يتحكم بسياسة الدولار والدينار العراقي كما هو معلوم بالإضافة إلى أن أمريكا حتما ستقوم بضربات نوعية كما حصل في الفترات الأخيرة إلى الجانب الوجود الإيراني من ناحية في العراق وإلى الميليشيات التي تعمل بموالاة الجانب الإيراني معالي المستشار أسألك هنا أيضا فيما يتعلق التطورات الساخنة التي تشهدها المنطقة والحديث يكثر وكما تفضلت وأشرت حضرتك إلى حديث خمينئي فيما يتعلق بأن هذه الميليشيات سترد وستشنوا حربا في الرد الإيراني المرتقب إلى أي مدى يمكن للحكومة العراقية أن تتحرك وهي التي قالت على لسان رئيسها السوداني قبل أيام قليلة بأن هذه الحكومة ملتزمة بمنع أي عمل يؤدي إلى الإخلال بيئة الأمن أو تعريض مستشاري التحالف الدولي إلى الخطر صحيح أجبتني وقلت أنها بين مطرقتين لكن كيف يمكن لها أن تتحرك هي تحاول جاهدة أن ترسل رسائل إلى إيران للضغط على هذه الميليشيات الموالية لها على اعتبار أن الحكومة الإطار التنسيقي هي الحكومة القريبة من إيران كما هو معلوم والأغلبية فيها تمتلك فصائل إن لم تكن موالية لإيران أو متابعة لإيران بشكل مباشر إنما هي تمتلك الثقافة وثقافة ولاية الفقيه والتعاطف مع إيران الحكومة ليس من مصلحتها أن تثار هذه الإشكالية حقيقة أن تقوم هذه الميليشيات بضرب التواجد الأمريكي المصالح الأمريكية حتى استفزاز إسرائيل يعني يعلمون أن جيدا أن إسرائيل تمتلك الباع الطولة في المنطقة وتستطيع ضرب الداخل العراقي دون أن يكون هناك ردفع المباشر على هذا الأساس الحكومة بصراحة في موقف لا تحسد عليه ولا يمكن إلا أن تستعمل إيران أداة للضغط على هذه الفصائل بأن تتريف في ردود أفعالها لكن على الواقع على الأرض بصراحة المعطيات تختلف كثيرا وكما ذكرت حتى فتح مقرات جديدة للحوثيين في العراق هذا أعطى رسالة سلبية وأعطى رسالة غير مطمئنة إلى الجانب الأمريكي والتحالف الدولي بأن هناك تنسيق عالي بين الميليشيات وبين القوى الإرهاب الميليشيات الأخرى في المنطقة التي تعلن عن نفسها موالية لإيران اسمح لي فقط أن أنوه بهذا العاجل سيد الكريم إذن وفقا لآخر الأنباء المتعلقة بمفاوضات وقف النار في قطاع غزة مسؤول أمريكي الوسطاء اختتموا يوما إيجابيا من المحادثات بشأن غزة في الدوحة إذن مسؤول أمريكي لوكالة رويترز الوسطاء اختتموا يوما إيجابيا من المحادثات بشأن وقف النار في قطاع غزة وتبادل الأسرة بالطبع التي تعقد الآن في العاصمة القطرية الدوحة أريد أن أستغل الوقت المتبقي مع حضرتك أستاذ معين وأسأل هنا كان هناك تصريح قبل تقريبا يومين لبرلماني عراقي لصحيفة الواشنطن بوست يقول بأن إيران أبلغتنا أن الرد على إسرائيل سيكون محدودا ما الذي يمكن أن نفهمه من هذا الأمر يعني برلماني بلغ من إيران بأن الرد سيكون محدود يعني ما الذي يمكن أن نفهمه ونضحه للمشاهد البسيط منذ أسبوعين ومنذ اغتيال هنية كما هو معلوم هناك ضغط دبلوماسي وإيران نظام براغماتي تحاول أن توظف حتى مقتل إسماعيل هنية في الداخل الإيراني تحاول أن توظفه لتحقيق مكاسب إيران هدفه استراتيجي سيد العزيز هو الحفاظ أولا على ترسانتها النووية هي تحاول أن تدخل النادي النووي العالمي وهي قريبة جدا من الناحية العلمية من امتلاك القنبلة النووية وهذا طبعا أيضا يأتي ضمن اتفاقات وضمن أنظار الجانب الأمريكي والتحالف الدولي إذن إيران تطلب ضمانات والجانب الأوروبي الآن ضاغط بشكل كبير على إيران في التريث وأن يكون السيناريو للضربة الإيرانية لحفظ ماء الوجه مشابه نسبيا إلى السيناريو الماضي الذي حدث عندما أرسلت الصواريخ محدودة المدى والمسيرات المقروعة حتى المسار والوقت لها في الداخل الإسرائيلي إذن إيران حققت مكاسب وهي أكثر مما تستفيد من الضربة يعني إيران تدفع ثمنا غاليا إذا ما حصل أي خطأ سواء مقصود أو غير مقصود من خلال تعرضها مع الجانب الإسرائيلي لأن تعلم أن الرد الإسرائيلي سيكون قاسي جدا وتحديدا أكرر المفاعلات النووية صحيح لربما الساعات أو الأيام المقبلة كما تقول بريطانيا ستكون حاسمة في الشرق الأوسط كما تقول بريطانيا على كل الأحوال أشكرك جدا مع المستشار على كل هذه الإضاحات والمعلومات من بغداد المستشار السابق في وزارة الدفاع العراقية الأستاذ معا